انت اشرت النقطة انه لما تقال انه مسؤولين في الاهلي قعدوا مع الشناوي حارس الزمالك كابتن خلد الغندور رفض ده بشدة واعتبر ده سلوك غير رياضي بالمرة واشار انه دي فيها شبهة بس اللي حصل مع عبدالله اكتر من كده بكتير قوي نشوف الكابتن خلد الغندور مروق ليه خبر كابتن محمود الخطيب انا يعني يقال يعني ولها منتهى الصراحة مصطفى الفخراني هو رجل زمالكوي جدا عاشق لنات زمالك بيكتب على السوشيال ميديا كثير من الزمالكوية بيتابعوه طلع معايا اكتر من مرة جالوا خبر وحد من جو الفور سيزون قال له ده الشناوي كان هنا واكد له ان هو كان قاعد مع الخطيب وقاعد مع طبعا الشيخ توركي الشيخ اللي هو وزير الرياضة ورئيس اتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اللجنة الانبية طبعا السعودية واللي يعني دخل بمشروع سعودي اماراتي مصري لبناء استاد النادي الاهلي واللي طلع في اكثر من مكان واكد اهلوياته وحبه لنادي الاهلي واللي هو يعني اشترى كان احد اسباب وجود عماد متعب في التعاون واللي كان احد اسباب شراء مصطفى فتحي او اعارته من الزمالك للتعاون وانه ايضا بيمتلك صداقة مع رئيس نادي الزمالك طيب خلد ننظر في الفيديو ده اللي شوارب ما جابهوش كله كلامه انه ده مش منطقي انه الكلام لا لا ده كلام خطير جد الكلام خطير جد ده له معاني خطيرة جد اه او فيه متش ومش عارف ايه قادر اه ده دي المشكلة بقى ان احنا ما نيجي نطلب الطلب حقيقة يعني مش عايشين نفس الفيلم مع بعض اللي قطط هو استنكر مجرد الجلوس وطرح فكرة انك ما تيجو تنضوا عندنا لم تصل الى مراحل اغراء مادي ولم تصل الى مراحل اتفاق ولم تصل الى مراحل تعاقد ولم تصل الى اي شيء لكن في نفس اللحظة بقى الان المواقف مختلفة وانت مضيت وصورت وبصمت وعدت في سبع شنط يعني عملية اغراء كاملة الاركام ولم يختر صاحب الشاء عن عمد وطلعوا برضو معتبرين ان دي يعني انواع من شطارة التفاوض بس لمكناش عايزين نعلن علشان منبوص بقى تجديدنا الى بعد التجديد للشنة وطريق حامل كنتش هتبوص حاجة لو الكلام بتاع كابتن خالد دا انواع كانوا هناك لو كان هناك اعراض لانهاء الامر ايه اللي حال دون انهاء الامر اذا لو ان المسألة كابتن خالد الغندور بيودين فكرة انه يتقال ان في حد قاعد مع حد ودي شبهة احنا معاه ان دي شبه ومعاه انه دي سلوك ما اتعاد الكرة يقول كده لكن في نفس الوقت دي شبهة والتالي دي مصيبة لانه مجرد الجلوس لو صخ ما تقالش ان فيه فلوس شبهة لم تسفل يا سيد إبراهيم لا على تنافس ولا على مزاد ولا على توقيع وعلى فلوس ولا تتأكد وانه يعترف بيها ولا دخول القالي حتى خالد القالي مش منطقية لكن يبقى في نفس الوقت كاراتين الفلوس مش شبهة 40 مليون جنيه بدون اختار هو ال40 مليون جنيه ده لانه حسن سؤال لو تحطوا في البنك يعملوا فايدة دي اه هي المسألة مش كده جماعة يعني ورغم هذا شأنه مش شأننا احنا بنتكلف اللي خصنا بقى دلوقتي اللي خصك اللي خصنا أنا لما يعني اتواصل ملاعيبي الى حل ممول منين مش ممول منين دي حاجة ما تخصكوش انت مالك انت كنت بتاخد التمويل ده من اطراف اخرى بتبقى سعيد وهي عشرات الملايين اللي في شونة دي جات منين مهي من ناس محبين ومن من اشتراكات ومن انت حر بتمول نفسك كزا من ناس شأن بيها مش احنا اللي بنتكلم فيها الاهلي لم يتحدث في هذا الامر ولسا دوره ان يتحدث في هذا الامر لكن كمان انت داخل جوايا قوي مين اللي بيديك ومش مين اللي بيديك معاني الشخص اللي بيديني واللي عملت والكفيل ومش الكفيل انت بتلها صوراه وبيديك هو فيه ايه هو ناس يعني طب عقلنا فيه المتلقي وها يسمع هذا الكلام مش مانت عائل ايه بس تبتسأل على عائلك فيه زمد